أعلنت شركة سوني عن كامرة A7-3 كامرة الإطار وهي تقدم سرعة فائقة والعديد من مميزات وبسعر 2000$ لجسم الكاميرا فقط حيث يتم شحنها في أبريل الكاميرا هي نموذج الأساسي من كامرة سوني كامرة الإطار من مجموعة الكاميرات بدون مراية لكن الكاميرا تحتوي على مستشعر خلفي بدقة 24.2 ميجابيكسر مع تثبيت بصر للصورة بخمسة محاول الكاميرا تقوم بتصوير الصور الثابتة وبمعدل يصلها 10 إطار في الثانية لصور جي بي جي أو رو الكاميرا تصوير بدقة 4K HDR بضافة تصوير معدل 120 إطار في الثانية بدقة 1080 بيكسر المعالج يعمل بفعالية حيث يصبح الكاميرا بالتقاط 710 لقطة بشحنة بطارية واحدة الكاميرا تقدم 693 نقطة تركيز تلقائي وتغطي 93% من الإطار ويتعمل مع التقنيم تركيز تلقائي أسرع مرتين منذ كان موجود بكاميرا A7II والمفترض أن يكون نظام تركيز تلقائي قوي حتى في الإطارة المخفضة وهو أمر جيد حيث يسمع مستشعر الكاميرا بحساسية ضوء ISO 24800 بحد أقصى الكاميرا تشمل محدد رؤية OLED به 200.3 مليون نقطة وهو أصغر من وجود بكاميرا A9 أو A7III ككاميرا A7III تحتوي على منفذ USB Type-C وهناك عاصلة تركيز تلقائي على الجزء الخلفي من كاميرا وهي مقاومة تقليبات الجو لكن ليست بالنسبة 100% وهناك دعاء الزر مخصص حول هيك الكاميرا وهناك ميزة الماي مينيو القابلة للتخصيص والتي أطلقتها سوني بكاميرا A9 وتتسمع المستخدمين بشاء صفحة الإعدادات التي يستخدمونها بشكل دوري بدل من تصفح القاملة المعاقدة الكاميرا لا تأتي بميزة محددة الرؤية بلاكاوت فري وأيضا فإن حركة الشاشة الأمسية على الجزء الخلفي محدودة